إذن مشاهدي محمد برايس السلام عليكم في هذا البتش المباشر اللي كنت نقلوه لكم مباشرة من السبطار ديال البرادعة المصوصف الحضاري عدد كبير من المواطنين اللي صراحة نطالع عليهم بدمع بسبب هاد المصوصف اللي مغلوق من مدة بدون سبب إذن معنا واحد من المواطنين السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته في يوم الخميس احنا قريحوا في هذا المقهى اللي اوفاس مع المركز الحضاري البرادعة كانت فاجأوا لأن المستشفى مغلوق ما هو السبب سولنا احد الاشخاص من الامن الخاص قال لأن المشكل هو هاد السبطار هو الوحيد في المحمدية اللي ما كيتعقمش إلا كان هاد السبطار هذا ما كيتعقمش ومسؤول طبيب الرئيسي لهد المركز الحضاري يدير اعلان باش اللي جاي يقرأ الاعلان ويمشي في هالية صورة وهو هاد المزوعة دي اللي نسره من الصباح والنس كيني هنا والتاكسيات كي يجيبوا الناس كي يمشيوه ما اللي بغين نعرفو كينا عكرهات وزار الصحة ولكن العكرهات الحقيقية هي انك ما كتكتبش اعلان انت كالطبيب ما كتديرش اعلان لأن السبطار مغلوق من عجل كده وكده 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 هاد العكرهات اللي موجودة على مستوى المملكة في هاد الوقت هاد هي تشيرها ما كيبشتش بالخير ما صحح ان كينا 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 كي المشكل وهو الكوفيد واندي الكوفيد را را طوع الشباب المغربي كله را 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 غياب دي السياسيين وغياب دي المجتمع المدني وغياب دي الجميع جميع فائلين في المغرب كله الا الشعب الشعب واللي كان حاضر الشباب المغربين اللي برهن في الحجر الصحي على انه شباب وطني حقيقي من تنجحة القويرة وهاتش يادر غيط لقلي المالك في خطاب دي الغداء غيط يحيي الشباب عالش يقاموا به هنا قرجعوا لموضوع دي السحة انتكى الطبيب والطبيب رسول الرحمة همدي السبطار غايتسد ندير اعلان ما تقاشل الناس بريحة هنا سالة عشرة والناس جابين وليداتهم بغن يجلبوا الحشود دي المواطنين ها هم هنا موجودين جابين الاطفال صغر الاقبل البكسان المسكين هنا هو تدير اعلان تكى طبيب طبيب دير اعلان اعلان ان المسك المركز الصحي مغلوق من اجل كذا وكذا هم تقولوا حساب صريح دي الام الخاص قالنا هذا اول مستشوى الواحيد المحمد يلي ما كيتعقمش وبعد اقوال كتقولوا ان هناك حالات من الكوفيد صابت هنا هيتا اكدوك مكنش المكاين ما كيش المسكي اللي كيين هو اللي كعلمو اللي هم اللي كعلموه الموت دافين دي المستشفى هو معلك عارفو ربما جووش دي الممردات ه stressful اللي يبيني اللي اللجυ وعلم على الجو راهوه موفه الله اللي قتع دي اللي اللحو بعلم على الجو هناك عنا هدى بلغ سيد وزير الصحة المحمد يبعدها بدون 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 صحة بدون بدون صحة المدينة الوحيدة في المدينة الوحيدة في المغرب لم يكن بزنة بلدي إلا السلطة في اللي خدمة ما شمو جملة ولكن خدمة السلطة خدمة ما كيلا منتخبون لبرلمانيين لا يديك ولا يخليك انظر لقمان على حالها بقع على حالها السلام عليكم السلام خوية شرح لنا اسمية ديالك و سابت توجود ديالك هنا أخويا سابت توجود عنده حال البنية قربنا عنده شي عشرين يوم شحم مرة كان جينا والمدام ديالي عندما ن immediتو hogy السبطار و أطلق نعرف ماذا أطلق الذين قولون الفerman unikhasa لا يعرفون و three very quickly التقريب سبيطار مشدود izza نحن متعرف هذا هو المشكل ما توجه في ش scandwing السلم حوالين لم يكن على استرجاع تسمى السلطة نجد لا أعلم أنه يجب أن أسداد السبيطار هذا هو المشكل هل ترون قرار السبيطار؟ أرحبا هذا هو الباب الرئيسي هذا هو الباب الرئيسي في مكان يجب أن يكون مصدود لا أعرف لماذا يكون مصدود هذا هو الباب الرئيسي ولمشكلة فيما يجب أن يكون مصدود فيما يجب أن يكون مصدود من المشكلة السبيطار كان هناك كوفيد ولكن لا يمكن أن يتعقم هذا هو المشكلة أخي شكرا السلام عليكم السيدة سلحيننا هذا المشكل ما هو السبب الالتوجود؟ هو التوجود هنا والفاكسين للوليدات أنهم رؤيتون ما في المحد مثل نحن ذلك الفاكسين للوليدات ما نجد تفاجد وفيما مباشرة كان لهم نرى أن نجد المنصدود 오�ely لم يكون السبب الالتوجود قاموا بطريقة لا يمكن أن نجد الأدر ونقوموا بطريقة والفاكسين للوليدات ممكن أن نجد الأدر وكذلك لتوقيت أمام الضية يمكن أن نرى أجد هذا القصد فكرينا ندير الفاكسا الوليداتنا ، ونحن من قلوبهم على الفاكسا ، حتى لن نرى حالة لحالة كورونا فما قالت فاكسا فوقنا لا يترك هذا كمنا لقد حصل هذا هو الضوء ، نحن نريده أن يحتوي على حالة وعدتنا حالة وصحيح لنا خارج الإنساج أمي طفل ما يرد إجلاد الفاكسا وأن هناك عدد للناس الذين تحصلوا على الفاكسا ونحن نرد أحد الخارجين لا يمكن أن نحن نحارب عن الناس ولا نقلوب أخر المشكل الذي كان هنا هو المسؤول والأمر الخاص قل لي ينهر الخميس بلأن المشكل هو المستشفى الوحيد لما كيتعقمش الآن كنشوه جوجه الممرضة ممرضة دراه جو وريحه بالقعوة واش غادي فاكسي ودراه يسمى ولا الله علم علي الجو ممني ايه نحنا اللي كنقوله هو انك انتك الطبيب والطبيب رسول الرحمة يدير اعلان اعلان هنا بيخد ليش الناس جيد رياه المغرب را مش يباقف على القربة والنقص همغرب خر هذا نعم نعم وهذا هو اللي كان احد المسؤولين احد المسؤولين ربا ما ربا مرة ربا مرة اذا بخابر عاجل الآن بئتخير بأنس حل من النهار ومسبود من يوم الشمعة اذا حل من النهار اذا اوسبوع اذا اوسبوع هو مسذود اليوم جينا تحل واش تحل وينما تحل سلسلوا واش غير حلول الله سولو رجع علينا اذا مقاو معنا كانت واجدو بمصاصف اسبوع هو مغلوق اه اول ما جينا بدول ببانك يتهلو والممرضة جو إذا كانت منه خير كانت منه ويتفتح ننقى ليوا اللي كان نقوله لكم مباشرة من مدينة محمد يامي لمصة وصف ديال حي البراد كان مغلق هذي واحد الاسبوع وكما كنت شوفوا عدد كبير من المواطنات اللي بغين اولادهم يتعالجوا اذا مقاوم عنا مقاوم عنا هو واحد من المواطنين اللي يمشي يسوي الواحد الطبيبات واش غادي اخذ الطبيبات قالت بان المشكل وهو ان احتاجه في الكسبة هذو اخيه لهم هاد الممردي او هذو الطبيبات دكتوره معي آن دكتوره اشتركوا عن الايو بشيقة بي دافت توضيع للكاملها للمتحايل إنه يجب أن يتعقم سراحة لا يسر لكم الأمور إذن كان حييه ومتحية لها الطبيبة التي قد طوّعك تجي من القصبة لتلقى هذه الويدات وشكرا وأنتمنى أنه لا يتكرر إذن اليوم تفتح المستشف بالفعل تفتح الساعة العاشرة لمدة ساعة أو ساعة ونص وتحية لها الطبيبة والممرضة وأنتمنى أنها تتكرر وهذه رسالة للسيد أي الطلب بالنسبة للتعقيم إلى الدولة كيف تدد خطار الوباء المستشفى لا يتعقم ومستشفى هذه البرادها هو ما أدركها من البرادها المنبع هذه المحمدية تحية لجميع إذن مشاهدين الأبواب المستوصف هذا في حي البرادها من بعد الإغلاق الأسبوع إذن لا أعتقد أنه يعني بالصدفة تفتحوا هذه الأبواب ولكن ما عرفنا شربما غير الحضور دينا هو اللي خلاه يتفتح المهم عدد كبير من المواطنين هنا اللي فرحاني لدى التفتح بشي عالجوا وليداتهم كل اللي بغد تدير الوليدات ديلها التلقيه كل مريض كل بغد تعلش عالجات أخرى إذن إذن كلمة بخصوص هذا النص ومستشفى كلمة اللي غد يتقول وكلمة نشكره للناس اللي طوع وجاو واشي يديروا فلح الدرال الصغار نطلبه منهم لا يزازهم بخير لانا والمواردات اللي قل وليلي كانوا را مش يوم دور يرجون من أسبا باش يجلبون الناس فنشكرهم شكرا جزيلا دبا المشكلة اللي كاين ما عرفنش من دوبية الصحة فينا هي واش من دوبية صحة بمدينة محمدية واش عارف راكينا كورونا في المغرب واش عارف راكينا حالات كسير كورونا في المحمدية لأن دبا علش نقول في هذا إذن هذي هذا رجاء للمندوبية دير الصحة يجيبوا الناس اللي شو يديروا التعقيم راح شو ما هادش اللي كديروا فيه را عار هادش اللي كديروا فيه راح كسر من عار عقموا الله يخليكم را المستوصفة عقموهم را الحالة غدا وكتكسر واشتم على بال المسؤولين على مندوبية الصحة فكنت من نوكم جيوا واخرجو عقمو هاد المسائيل هادش واش متافق معايا ولا الله متافق معك الكلام دروري خاص تعقيم باش الناس وما تقول خاص تعقيم لها تسبيق هادش كتحول باب بيديها وبرجليها باش ما تقيس هادش هادش كتحاول ما تقيس الباب بيديها علاش لانه خاص التعقيم واش المسؤولين دي المندوبية وشو مع على بال في القادية ولا مش على بال واش عندهم المسؤولية الى ما قدرتوش على المسؤولية حطوا الكراسة وسيروا في حالكم رانقول لكم بكل صراحة ما قدرتوش حاجة بسيطة ديرو هتعقمو راضيحة اللي كنشوف هانا قدام اذا اذا نكتافي اذا نكتافي بهذا القدر هذا من هاد البت المباشر من امام هاد الفضيحة الغياب التعقيم وان هاد المستوصف راه كان مغلوق هاد اسبوع احتاج هنا عادة بش تفتح راكم شتول المشاهدين انضموا لي في المشاهدة ويراجعوا اللي وغادين يشوفوا كل شي اذا هاد المستوصف انا كنقول هاد فضيحة جميع المغربر مغير معرفوها هاد المستوصف هاد الناس اللي يريد يدخلوا يحلوا بب رجل وملعب كرعهم هنا كما يقول علاش حيث ما كيش تعقيم ما كيش الريح التعقيم بفضل المستوصف هاد وهذا المنطقة هاد كانوا في حالة كثيرة ديال فورونا اذا نكسافي بهذا القدر وبعد قليل بيت مباشر اخر محمد اللي كيقول الصحفي السقسي قبل را كل شي كيتشاف بالعين الاخ الكريم واحسن حاجة ان ننبلوكي بحالك اذا في ختام دمتم بخير والى اللقاء